السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز سال الجزء رقم 6 من الفصل الرابع سنتناول عيوب تكنولوجيا استخدام المساحيق أو عيوب تكنولوجيا إنتاج المواد وهي على شكل مساحيق أول عيوب في الحقيقة بالحقيقة وإحنا بنتناول المخطط العام للطريقة البودر ميتاليرجي قلنا أننا بحتاج المادة تكون على شكل مساحيق النعيمة يبقى لابد يكون عنده طرق لإنتاج المساحيق بعد كده قلت هذه المواد سوف أقوم بعملية تخليط يبقى لازم يكون عندي خلطات بعد كده قلنا أن هذه المادة تحتاج إلى عملية تشكيل يبقى لابد أن يكون هناك لدي قوالب للتشكيل بعد كده قلنا أن في عملية حرار يبقى لابد أن يكون هناك أفرام إذن التكلفة الأولية لهذه العملية قد تكون عالية إذا قورنت بالطرق التقليدية في إنتاج المواد العيب الثالث أن السترينس الخاصة أو المتانة أو الرجيدتي الخاصة بهذه المواد التي تنتج بها التكنولوجيا المساحيق إذا قورنت بالمواد القابلة للتشكيل بالطرق العادية نجد أن هذه السترينس أقل ليه؟ لأن نتيجة العملية تشكيل هذه الحبيبات فإنها يكون هناك بها مسامية كما سنرى في العيب التالي وبالتالي هذا ما يقلل من السترينس الخاصة بالمتانة لا بالتالي بروزيتي أندلو داكتاليتي ميبي إمبيرير دروباليتي إن المسامية أو نتيجة أن المادة باستخدمها على شكل مصاحيق ثم تشكل ونتيجة لذلك يوجد هناك مسام داخل هذه المادة وهذا ما يؤدي لأن تكون المرونة الخاصة بهذه المواد أثناء عملية التشكيل تكون أقل الأخير تركتشاف طافنس ميبي لو إن مدى قدرة هذه المنتجات على امتصاص طاقة حتى تتم عملية الكسك تكون تمتص طاقة أقل لكن الناظر إلى مسلح هذه العيوب نجد أننا أثناء عملية استخدام هذه الماتيريال أو هذه المواد فإنني لا أضعها في تطبيق يظهر هذا العيب الموجود بداخله